الأسواق الخليجية لنرى كيف الصورة في الأسواق الخليجية بورسة دبي وارتفاع 18 نقطة المئوية كان هناك تراجعات شاهدناها على أسواق الإمارات ونعتبر أن الأسواق الإماراتية وخصوص السوق دبي أكثر ارتباطة من بين الأسواق الخليجية الأخرى بالأسواق العالمية وبالتالي ارتفاعات عندما سواهي 3353 نقطة كانت قيم التداول عموما في الأسواق الخليجية كلها كانت أمس على ارتفاعات تراجعنا اليوم عن المستويات التي وصلناها وصلنا في بورسة دبي إلى 400 ألف درهم سوق أبوظبي ارتفاع 17 نقطة مئوية 4573 نقطة وأيضا ارتفاع المؤشر القطري ب2 في المئة من ضمن أخبارنا عن أسواق الإمارات ارتفاع أرباح بنك الاتحاد الوطني إلى مليار و 644 مليون ريال بما يعادل 60 فلسل السهم بنهاية عام 2017 بنسبة 5% عن الأرباح المحققة خلال نفس الفترة من عام 2018 سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 3 مليارات 631 مليون درهم مقارنة ب3 مليارات و 487 مليون درهم خلال عام 2016 بالنسبة لأرباح الربع الرابع من عام 2017 ارتفعت لتصل إلى 287 مليون و 700 ألف درهم وشاءت الأرباح دون توقعات المحلين توقعات المحلين كانت عنده 335 مليون ريال بالتالي السهم يتراجع في جلسة اليوم ب17 نقطة مقوية هذا بالنسبة لبنك الاتحاد الوطني انتقل إلى القيادات لنرى كيف الصورة بعد تشحت أمس جميع الأسهم باللون الأحمر في دبي دريك أنسكال على استقرار وطني للتبريد لاحظوا الارتفاعات وتصدرت أيضاً اسهم الأكثر الارتفاع في جلسة اليوم بأكثر من 2% إعمار عودة الارتفاع بواحد ونصف النقطة المئوية أرابتك متراجع بأكثر من 91% لأسهم المالية في سوق دبي كيف الصورة بالنسبة للأسهم المالية في دبي لدينا بالنسبة للأسهم المصرفية والأسهم المالية في دبي سوق دبي المالية بتسعة أشار نقطة مئوية مصرف عجرمان بواحد وثماني عشر النقطة المئوية ننتقل إلى القياديات بصورة سريعة عن أبو الظبي كيف أداء هذه الجلسة دانا غاز استقرار دال عقارية 16 نقطة مئوية مؤسسة الإمارات للتصالات 18 نقطة مئوية قطاع المصارف في أبو الظبي كيف الصورة في قطاع المصارف لدينا بنك الشارقة أربعة وثلاثة عشر نقطة مئوية الارتفاع بنك أبو الظبي التجاري لاحظوا الارتفاعات بواحد وثلاثة عشان نقطة مئوية